السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب المحترمون أتقدم في هذه اللحظة التاريخية والعراق على مفترق طرق وتحديات عصيبة لأتبوأ منصب رئيس الجمهورية مدركا أن ذلك شرف عظيم لكنه تكليف كبير في الوقت نفسه يرتب مسؤوليات جسيمة وتاريخية على المتصدي له في ظل وضع داخلي وإقليمي ودول يزداد تعقيدا أن مرحلة ما بعد دحر الإرهاب تحتم عددا من الأولويات والاستحقاقات الملزمة للملمة جراح الوطن ورعاية الشعب العراقي العزيز وحماية حقوقه الدستورية وكلها تحديات تأتي في ظروف تعيش فيه المنطقة سجالات وصراعات وتجاذبات تلقي بظلالها الخطيرة على الوضع العراقي أن الرئيس الجمهورية يجب أن يكون رمزا لوحدة البلاد وسيادتها وحاميا للدستور الذي ارتضيناه فيصلا لمنظومة الحكم في العراق وأن يغدو رئيسا لكل العراقيين لا لفئة أو جماعة منهم أو منطقة دون أخرى أتطلع إلى تولي شرف المسؤولية بعين الثقة والإيمان والعدل لما أمتلكه من مؤهلات ومبادئ وقناعات ومتبنيات جوهرها أن قوة وازدهار بغداد كمركز للحكم الرشيد وعاصمة جامعة للعراقيين هو ازدهار وقوة للبصرة والموصل كما لإقليم كردستان وأن ازدهار وأمن إقليم كردستان مرتبطان ارتباطا عضويا ووثيقا بقوة وازدهار بغداد والبصرة والموصل وكربلاء وواسد وبابل والأنبار وصلاح الدين وكل محافظات العراق فأمننا واستقرارنا وازدهارنا متلازم لا انفصال فيه تحت سقف الالتزامات الدستورية الرصينة والعلاقات الأخوية والتاريخية العميقة وليس هناك مصلحة لفئة دون أخرى ولا ازدهار أو أمن لمنطقة دون أخرى إن إدامة الأزمة السياسية في العراق مصائب للعراقيين والمنطقة لكن هناك من المنتفعين يرون في ذلك فوائد يقينا أنني أرى في استقراري وسلامي وأمن بغداد والنجف والبصرة والموصل والسليمانية وأربيل مترابطين ومتلازمين بشكل وثيق وأن الدستور هو الإطار الجامع الفيصل في الحكم العادل وأنني إذ أسعى إلى التصدي بشرف لاستحقاقات موقع رئيس الجمهورية باعتباره ساهرا على حماية الدستور وحاميا لمنظومة الحكم من الخروقات الدستورية مدافعا عن مصالح وحقوق المواطنين ومناهضا للفساد المستشري مع الأسف في مفاصل الدولة والذي بات خطرا داهما على أمن البلاد والوئام المجتمعي فأنني سأدافع بأمان عن سيادة البلد واستقراره ورفاه شعبه رافضا أن يكون العراق ساحة للصراعات والتنازلات وأنوي بدعم من كل الخيرين العمل على جعل العراق مساحة توافق إقليمين ودولي مؤمنا بأن أي تراجع في الوضع الأمني والاقتصادي والسياسي في العراق ستترتب عليه تبعات خطيرة ليس فقط في الداخل وأنما على مجمل أمن المنطقة بل والعالم آن الأوان أن يتحول العراق من ساحة للصراعات والتجاذبات إلى مساحة لتوافق المصالح الإقليمية والدولية المستندة إلى احترام السيادة العراقية ووحدة العراقين والعراقيين الذين يتطلعون للوصول إلى شاطئ الأمان والتمتع بخيرات بلدهم بعدالة في ظل منظومة حكم عادل والرشيد